إنهم لا يلعبوا بل هم يتدربوا على طريقة الصيد وضرب الفريسة يضرب المثل بالأسود فهم لوك الغابة يعني العزة القوة وتهابهم أغلب الحيوانات لكن حياتهم مظلمة تضعوا اللبوة أشبالها فيقتلوا جميعا إلا إذا صارت المعجزة يبقى شبلا واحد فهو عرض وفريسة للضباع والكلاب والفهود وحتى الأسود وعندما يكبر ويشتد عدده يتعلم الصيد وقد يكون ضحية أثناء الصيد يبتعد عن عائلته ليقتل قائد عائلة أخرى ليقودها وبالتالي يأتي من يقتله لكي يجلس مكانه فهل حياتهم حقا مليئ بالظلام ترجمة نانسي قنقر